أعتقد أن هذه النقطة جيدة فأنت قلت إنه ليست فقط القضايا التي تهم البلدين بل وكما ذكرت أنت وجيدي إنها القضايا الدولية التي أدت إلى تكثيف الدبلوماسية الأمريكية في المنطقة وبالتالي يمكن أن نقرأ زيارة بلينكين للمغرب في هذا السياق أريد أن أتطرق الآن إلى بعض القضايا المهمة التي نقش بلينكين مع المسؤولين في المغرب ومن الواضح أن الصحراء هي من أهم هذه القضايا الولايات المتحدة وإدارة بايدن اعترفت بسيادة المغرب على الصحراء وأكد الوزير بلينكين موقف الولايات المتحدة الثابت من هذه القضية والذي يتمثل في دعم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وخطة الحكم الذاتي المغربية هل كان هناك أي شيء في الاجتماعات جعلك تشعر أن هناك شيئا جديدا أو مختلفا إزاء هذه القضية؟ من خلال ما سمعت وقرأت فإنه بدى وكانه إعادة ترديد السياسة الأمريكية التقليدية لكنه كان بشكل أساسي إعادة لنفس السياسات الأمريكية التي سبق وسمعتها من المسؤولين الأمريكيين خلال زيارات عديدة مثل هذه لدى لقائهم بالمسؤولين في المغرب وهي أن خطة الحكم الذاتي التي طرحها المغرب خطة جادة تتمتع بالمصداقية وهي خطة عملية وهذا النوع من الصياغ اللغوية ليس جديدا اشتركوا في القناة